يهواك قلبي والندى غلاب فإذا بكيت هوا فلي أسفاب أمشي بسيرته كما لو أنني في الروض تسعى نحونا الأحباب كان رسول الله عظيما كان رسول الله كريما كان رسول الله إذاما أغضبه فرد حليما كان رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في برنامج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البرنامج يعني نسلط الضوء في كل يوم من أيام شهر رمضان على خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل كيف عامل الصغير كيف عامل الكبير كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أرحمه وجيرانه وأصحابه اليوم نسلط الضوء على ونتابع في حديثنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أهل البلاء الذين أصابتهم مصيبة أكبر مصيبة أيها الإخوة الكرامية مصيبة الموت كل شيء له دواء إلا الموت ما له دواء سبحان الله الله عز وجل قال أصابتكم مصيبة الموت الموت مصيبة الناس تتناقل فيما بينها كلمات هي ليست كلمات شرعية يقول له البقية بحياتك لماذا البقية في حياتك هل أن هذا الميت بقي له عشر سنوات والله عز وجل سحب منه هذه السنوات لا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كلمات نقولها ولينتبه الرجال ولينتبه النساء في أشياء تعلمناها وهي من الأشياء التي هي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها الإنسان من غير قصد ما يعرف كذا كان سمع من آبائه ومن من حوله علمنا صلى الله عليه وسلم في المصائب أن يعزي بعضنا بعضا وخاصة عند مصيبة الموت عن عمر بن حزب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة عطاء ما بعد عطاء تعزيه سبحان الله العزاء واجب أيها الإخوة الكرام والإنسان إذا كان بعيد يتصل كما قلت لكم بالهاتف لا برسالة ناس ما لا فاضي تقرأ رسائل قال له أعظم الله أجركم غفر الله لفقيدكم هناك أصول في التعزيه أسامى بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنة النبي إليه أنبنا لي قبض فأتنا يعني حفيده للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جالس فأديش عمره ستة شهور ثمانتة شهور يعني طفل صغير أنه ياريت تجينا يا رسول الله فأرسل صلى الله عليه وسلم يعزي ويقول طبعا يعني رد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ولكن قبل الذهاب أرسل لهم بريدا صلى الله عليه وسلم قال له نروح لهم ما كان عندهم لا تليفونات ولا وسائل تواصل وقل لهم إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بمقدار فلنصبر ولتحتسب في رواية فلتصبر ولتحتسب بنت النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بمقدار ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجع هاي بنا نقول عند فقد الأب وفقد الأم بدأ يجي يوم من الإيام وقلوا لك أن أبوك مات شو بدأك تساوي تضرب راسك لا هذا لا ينفع هذا من عادات الجاهلية أول وحدة بدأك تقول الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون إيش؟ إيش؟ إن لله وإن إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بمقدار إن لله ما أخذ وله ما أبقى أخذ ولا ترك أولاد عندك مال يعني راحت السيارة لكن بقي البيت بقي المحل وكان صلى الله عليه وسلم يرقي من أصيب واشتكى من أصحابه في إنسان يبتلى بجسده سبحان الله نحن عم نروح عند الطبيب وعم نروح لعند المشافي ولكن عم ننسى شغلة أنه نحن نرقي أنفسنا نحن في شيء عنا شغلة اسمه صيدلية ربانية صيدلية نبوية كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الإنسان الذي يشتكي لا مانع أن يذهب إلى الطبيب لكن قبل أن تذهب إلى الطبيب افعل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة صحابي من أصحاب النبي رجله بها علة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر ضربة صيف ضربة خنجر يعني أثرها ظاهر للناس قال فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فنفث فيه ثلاثة نفثات يعني ريق خفيف النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بتصح لحدا وهي ما بتكون إلا من النبي عليه الصلاة والسلام هلأ أنت بدأك ترقي لا تنفوث هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام النبي نفث فيه ثلاثة نفثات قال فمشتكيت حتى الساعة من وقت النبي عليه الصلاة والسلام النبي داوى مصابه صلى الله عليه وسلم هلأ أنت بتقول اللهم رب الناس أذب البأس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بتقرأ الفاتحة لأنه هي الشافية بتقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أيها الإخوة الأكارم صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن حاطب بن أبي بلتعى كان صغير رضي الله عنه وأرضاه قال إن صبت على يدي مرقة فأحرقتها فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه وهو في الرحبة فأحفظ عنه كان صغير عمره خمس سنوات فأحفظ عنه أنه قال أذهب البأس رب الناس قال وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فقال أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك هل في هذا الزمان الأم تدعي إلى أبنه الأب يدعي إلى أبنه ثم يذهب به إلى الطبيب أيها الإخوة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيف الصبر عند المصيبة أي مصيبة هلأ أعظم مصيبة قلت لكم هي مصيبة الموت سيدنا أنس بن مالك يروي فيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر صبي لها فقال اتقي الله واصبري نبي أعمل الله صبري يعني إن شاء الله الله عز وجل ببركة الصبر يعني بفوتك الجنة المصاب يحتاج إلى كلمات طيبة أخوانا الكرام لأنه أنت يلي إيده بالنار ممتلي إيده بالمي حكي له الكلام الطيب الكلام الذي يعني يجعل من صبره سببا في دخول الجنة قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرفه ما عرفت أنه هذا النبي فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ول فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين نبي ما كان عنده بوابين ولا يحب أن يكون عنده بوابين أي واحد يقرع بابه كان يدخل إلى رسول الله فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى هاي نداء لأهل المصائب مروح النادي ونتكلم ونتضجار ونصخب ونتكلم بكلمات بعدين من قول إن لله وإن إليه راجعون قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى الأم تحزن الأب يحزن قل إن لله وإن إليه راجعون أيها الإخوة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن التسخط والنياحة نياحة كانت من عادات الجاهلية وكان صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب الجيب هكذا تشق الثوب التي تلبسه وتضرب بيدها على خديها ودعا بدعوة الجاهلية وتكلم بكلام بعض الناس سبحان الله وقت المصيبة يكون مصيبة كبيرة يضع يده ويضرب هذا ليس من شأن الإنسان المسلم الإنسان المؤمن يقول إن لله ما أخذ ويقول إن لله وإن إليه راجعون أيها الإخوة الأكارم من شأن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف علمنا أن نتعامل مع المصيبة وكما قلت لكم أكبر مصيبة هي مصيبة الموت وتأتي مصيبة المال وتأتي مصيبة العافية ربما منع النبي عليه الصلاة والسلام المصاب من رؤية فقيده بعد موته خوفا عليه من الجزعة لو كان إنسان لا سمح الله ولد ساوى حادث سيارة وانقلبت به السيارة وصار منظره يعني غير مقبول بالنسبة للأم الأم لا تستطيع أن ترى ولدها ميت ولو كان يعني ليس به شيء فما باللذي قطعت أو قطعت أطرافه أو في رأسه شيء اسمعوا هذه القصة شوفوا حنان النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته عن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي الزبير عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أبا الزبير ابن العوام هو الذي أخبره قال أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم نبي يعني امرأة يعني أتت إلى شهداء أحد وقال صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة لا تخلوها إيش تقرب من من الشهداء قال الزبير فتوسمت أنها أمي صفية فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى يعني الحقتها وإيش وقفت حلت بينها وبين أن يعني ترى أحد من القتلى منظر هذا منظر سوف يعلق في ذهنها إلى يوم القيامة تشوف الدماء وتشوف إيش يعني الجسد المقطع يعني سبحان الله تغير النبي قال المرأة المرأة لذلك إذا كان إنسان سبحان الله أتت مصيبة مصيبة يعني موت إنسان ألبيت في السيارة صار في حريق أو كذا لا تجعل أن تراه أمه ولا أن تراه أخته ولا أن يراه أولاده هيك النبي عليه الصلاة والسلام المرأة 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 الله يجيرنا من هذا الموقف قال قال فلدمت في صدري وكانت مرأة جلدة سبحان الله القريش يعني عملت فعلت له بيدها هكذا وأرادت أن تتقدم وقالت إليك لا أرضى لك لا أرضى لك وكأنها تقول له كلمة أن حل بيني وبين أن أمشي فقلت إن رسول الله عزم عليك يعني النبي قال النبي هيك قال أن لا تتقدمي قال فوقفت كلام النبي دوى كلام النبي دوى قال وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما لك ما حدا بيحن عليك إلا أختك صدقوني هذا اللي عم يظلم أخته وهذا الذي يسيء إلى أخته هذه اللي بتحن عليك حنت عليه بعد موته بدأت تروح تشوفه وجايبت له إيش كفنين حتى يتكفن فيهما قال فجئت بالثوبين لأكفن فيهما حمزة هل مين عم يقول الزبير فإذا جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة كمان مثلوا في جسده سيدنا حمزة يعني هند زوجة أبو سفيان مثلت به قطعت أنفه وقطعت أذنه ومثلت به قال فوجدناه غضاضة أنه كفن حمزة في ثوبين قال يعني سبحان الله شوفوا الأخوة يعني وجد رجل من الأنصار استشهد وجالس قدام سيدنا حمزة هاد ما عليه ثوب أو يعني ما في غير إيش التياب اللي عليه لي كفنوا وما عنده لسه ما حدا خبر وسيدنا حمزة أتي بي بثوبين ليكفن بهما فقال الزبير وجدناه غضاضة والأنصاري لا كفن له هاي الأخلاق هذا الإثار حتى حتى في موقف الموت فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما الأكبر من الآخر فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له كل واحد على مآسه وكفنوهم ثم دفنوهم هكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام هل القصة لها رواية ثانية أيها والإخوة الكرام رواية الثانية أيها والإخوة الكرام يرويها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها صفية عمة النبي بتكون أخت لبين لسيدنا حمزة لتركته حتى تأكله العافية العافية يعني الطير حتى يحشر يوم القيامة من بطونها النبي عليه الصلاة والسلام عمل خاطر لمين لمين للسيدة صفية اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام ومتعت خماش فكفنه فيها فكانت إذا مدت أو مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجلاه بدى رأسه فخمر النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وبدت رجلاه لأخوانا كانوا فقراء ما عندهم شيء لك هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد من سادات قريج ما في شيء بالحال هل لا نحن بهذه الأيام الله أغدق علينا بدل الثوب ثوبين بدل الثوبين عشر عشرة أثواب فلنشكر الله على هذه النعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويخفف عنهم ألم المصيبة عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها هذه من خيرة الصحابيات الجليلات قال لما أصيب جعفر وأصحابه أصيبوا بمؤتة واستشهد سيدنا جعفر خمسة عشر سنة عند النجاش وهو في السفر وهو يحمل الرايات واستشهد في مؤتة على أبواب الشام هؤلاء الصحابي لو لا هم لما كنا نستطيع أن نتكلم الآن نحن كنا نتكلم السورياني الآن نتكلم العربية بفضل أصحاب رسول الله وبفضل القرآن الكريم تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت أربعين منيئة أربعين منيئة يعني إيش؟ يعني هذا الجلد الخاروف أو جلد الماعز هاي المرأة أربعين منيئة دبغتها لوحدها رضي الله عنها وأرضاها هل المرأة شو عن تساوي؟ هل تدبغ جسدها من أجل أن تظهر للناس؟ هاي هي شغلتها مو كلهم طبعاً هذه المرأة أسماء بنت عميس دبغت أربعين منيئة قال وعجنت عجيناً وغسلت بنياً ودهنتهم ونظفتهم يعني دفوتهم لعند النبي أطافة ونظافة وزرافة وغسلتهم وعطرة ودخلتهم لعند النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ائتيني ببني جعفر من هني سيدنا عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر ائتيني ببني جعفر قال فأتيته بهم قال فشمهم صلى الله عليه وسلم وذرفت عينا فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما يبكيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء قال نعم أصيب اليوم أصيبوا أن يستشهدوا نبي عليه الصلاة والسلام شم مضم وبكى صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله إلى أزواجه فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم أتتون المصيبة قال الميت لازم أهله أنه حول منه أنه يساوي الأكل ليس أن يساوي الأكل للناس القصة لها رواية ثانية ولها تتم أيها الإخوة الكرام والله شيء يعني يريك الحب والعطف والرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مثل هذه المواقف هذه الرواية أيها الإخوة الكرام تتمت الرواية يرويها عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه ابنه كان عمره ست سنوات أو سبع سنوات قال فجيء بنا كأن أفرخ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع سنين وخمس سنين فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدعو لي الحلاق بدوا يجملون النبي عليه الصلاة والسلام قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال طبعا جبر للخاطر الحنان والرحمة قال أما محمد ونبأ استشهاد والدهم يعني لسه موصل للمدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يحوفهم بالرحمة فقال أما محمد فشبيه مين محمد بن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني جده وأما عبد الله عبد الله بن جعفر فشبيه خلقا وخلقا ثم أخذ يدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاثا فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت يعني تفرح بما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لها العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة هي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المصاب بالرحمة بالشفقة قال العيلة تخافين عليهم الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أيها الإخوة الكرام صلتنا اليوم الضوء على معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المصائب وكيف عاملهم صلى الله عليه وسلم علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعز بعضنا بعضا ما نقول في العزاء والعزاء ليس فقط بمصيبة الموت العزاء بمصيبة المال النبي عليه الصلاة والسلام عز صهيب بن سنان لما أتى المدينة بما فقد من ماله الإنسان يعز بالمصيبة هلأ إذا كان واحد أصيب بمرضنا الأمراض بدك تروح لعنده وتواسي وتتكلم معه الكلام الطيب وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيف الصبر ويأمرهم بالصبر وذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة التي تبكي على ولدها فقال اتق الله واصبري وكان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن التسخط وعن النياحة وأنها من أمر الجاهلية الأولى صرف الله عنا وعنكم البلاء وجعلنا من عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته يهواك قلبي والندى غلاب فإذا بكيت هوا فلي أسباب أمشي بسيرته كما لو أنني في الروض تسعى نحونا الأحباب كان رسول الله عظيما كان رسول الله كريما كان رسول الله إذا ما أغضبه فرد حليما كان رسول الله أغضبه فرد حليما أغضبه فرد حليما كان رسول الله